السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع كنوز يغفل عنها أكثر المعتمرين تعالوا نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقني وإياكم الحج والعمرة وأسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة فقد قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ربنا يرزقنا وإياكم الجنة فحايزة أقول حاجة مهمة جدا أربع كنوز يغفل عنها أكثر المعتمرين إيه هم الكنوز؟ نقولهم بس برضو نصلي تاني على حبيبنا ما عندناش حاجة ببلاش اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول حاجة دي نصائح شخصية أقدمها لأحبابي يعني نصيحة العمر كله أقدمها لأحبابي أنا مثلا باعتمر من أكثر من 30 سنة حسب ما يتيسر لي بفضل الله سبحانه وتعالى عمر ما عملت النفس إلا عمرة واحدة فقط إن العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر طبقتي العمرات يا شيك محمود بعملها لغيري بعملها لغيري من أموات المسلمين وابدأ بالأقربين ثم بعد ذلك من حولنا خدوا بالكم بقى من حاجة إحنا لما بنعمل عمرة بعض الناس يقول لك أنا راح أعمل عمرة يعمل عمرة عن نفسه وبعد مثلا أسبوعين ثلاثة يرحي من عمرة عن نفسه بعد شهر يعمل عمرة عن نفسه لو كان مخيم في السعودية مثلا تمام كده لا أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة أجمل من كل ده وده الكنز الأولاني اعملوا لنفسكم في البداية عمرة واحدة بس تمام كده لكن عمرة على السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك أي عمرة ربنا يكرمكم بيها اعملوا عمرة عن غيركم طب ليه يا شيخ محمود ما إحنا أولى ما أقول لحضراتكم ما إحنا لما بنعمل عمرة عن غيرنا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى إن أنا لما أعمل عمرة عن غيري بتتكتب لي وتتكتب له بفضل الله فهي بمثابة الدعاء للمسلم بظهر الغيب يعني أنا عملت عمرة مثلا لولدي تتكتب له وتتكتب لي عملت عمرة لجاري تتكتب له وتتكتب لي مش بالنص لا ناخد نفس الأجر كاملا أنا وهو فأنتم حفظوا على المسألة دي بالعكس كمان إن الواحد لما يعمل عمرة عن نفسه قد يكون نسبة القبول فيها 100% وقد يكون 70% وقد يكون 50% وقد لا تقبل يا زم بالله لسبب ما مثلا ده أنا بدي مثال تمام كده طيب إنما لما نعمل عمرة عن الغير فنسبة القبول بفضل الله 100% ليه؟ لأن في ملك هيدعي لي هيقول آمين ولك بمثل زي ما عملت عمرة لفلان يبقى آمين ولك بمثل بفضل الله سبحانه وتعالى بالإضافة إن احنا مش أرحم بالعباد من الله سبحانه وتعالى فالله أرحم بنا جميعا من رحمة الأم بطفلها الرضيع فلما أعمل عمرة المسلم رحمة به فالله عز وجل يقول وأنا أولى بذلك قد قبلت منك ومنه وخبال حضرتك يبقى إذن يقبل العمرة أو تقبل العمرة مني ومن اللي عملت له العمرة بفضل الله فكأننا عملنا عمرتين جال الكنز الأول حفظوا عليه اعملوا عمرة واحدة نفسكم وإذا تأثر لكم بعد ذلك اعملوا عمرات لغيركم بفضل الله سبحانه وتعالى ولما يكون حد ميت مش نعمل له أكتر من عمرة ما هي عمرة واحدة خلاص والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وهو مات خلاص فلما عملنا له العمرة خلاص اتغفر له بفضل الله الذنوب اللي عنده فمش محتاجين نكررها له لا نعمل لوحد غيره ونعمل اللي بعده واللي بعده واللي بعده وكل مرة نعمل عمرة عن واحد تاني بفضل الله سبحانه وتعالى ده الكنز الأول الكنز التاني انه وحنا داخلين الحرم حوالين الكعبة ما شاء الله مئات الألوف بيطوفوا حوالين الكعبة سواء من صحن الحرم أو من الأدوار العليا تمام؟ فتقول في سرك وتقول في سرك اللهم تقبل من كل معتمر عمرته اللهم فرش كربه اللهم لا ترده خائبا اللهم وسع رزقه اللهم اشف مرضاه اللهم مرحم موتاه اللهم وسع رزقه اللهم اقضي دينه نعد ندعي لهم نعد ندعي لكل المعتمرين ولكل المسلمين فلما ندعي للمعتمرين اللي موجودين في الحرم في الوقت ده ممكن يكونوا قدية مثلا ممكن يكونوا مثلا خمسمائة ألف ممكن يكونوا مليون ممكن يكونوا اتنين مليون حسب الزحام وحسب المواسم وان كان دلوقتي بقت زحام في كل المواسم بفضل الله ومنظر جميل جدا بفضل الله فلما ندعي لهم ان ربنا يتقبل منهم العمرة فعندنا حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل فانا دعت لي مليون معتمر يا رب بقبل عمرتهم فالملك يقول آمين ولك بمثل المليون دول كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى أظن كنز كبير قوي يبقى مش يتحسب لعمرة بس لا ده نواخد أجري وأجري من دعوتوا لهم جميعا وبعدين مش بدعي لهم بأن ربنا بس يتقبل منهم العمرة لا أنا بدعي لهم أن ربنا يفرجهمهم ويوسع أرزقهم وياخد ديونهم ويشف مرضاهم ويرحم موتاهم ويزوج بناتهم ويوسع رزقهم ويجعلهم من أهل الجنة بندعي لهم كل الدعوات اللي نفسنا ندعيها نفسنا فالملك يقول آمين ولك بمثل ده الكنز الثاني الكنز الثالث إن احنا يوم ما نوصل ونعمل العمرة خلصنا والحمد لله وتحللنا تمام كده نحافظ بقى على الصلاوات الخمسة في الحرم كما تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في ما سواه ما شاء الله خدوا بالكم النبي ما قالش صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ما قالش بمئة ألف والنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي نوحى يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فلما النبي يقول إن هي أفضل من مئة ألف يبقى مش بمئة ألف لما ربنا يقول عن ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى مش بألف شهر واضح كده لإن الكلام ده بيحسب بالحرف وكلام القرآن كله دقة لأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى يبقى إذن حبيبي الصلاة في المسجد الحرام الصلاة الوحدة قد تكون بملايين وقد تكون بمليارات الله أعلم لا يعلم ذلك إلا الله وهتكون من ضمن المفاجآت التي نفاجأ بها يوم القيامة فنحافظ على الصلاة الخمسة في الحرم واضح كده كمان بقى عزام الحاجة نصلي ولو ركعتين قيام ليل قبل الفجر في الحرم بمئة آية مش هطول على حضراتكم مئة آية فقط ليه؟ نص الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين يعني يكتب لنا قيام ليلة كاملة ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني من أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى طب المئة آية دولة نجيبهم إزاي؟ بكل بساطة ليس على سبيل التحديد والله وإنما على سبيل التيسير لو صلينا ركعتين في الحرم تمام؟ واخدوا بالكم كلمة المسجد الحرم المقصود المسجد مش أصلي في الفندق وأقول كده أنا في المسجد لا نصلي في المسجد ولو المسجد اتملأ والصفوف طلعت برا المسجد ووصلت إن شاء الله على بعد 2 كيلو فلو أنا صليت في المكان ده أكأنني صليت في المسجد لأن مع تواصل الصفوف أنا في المسجد واضح كده؟ طيب يبقى لي صلي بقى ركعتين وقيام ليل في المسجد الحرام إيه اللي يحصل بقى؟ بمئة آية هنصلي بإيه؟ مثلا على سبيل المثال بسورة الواقعة سورة الواقعة مع الفاتحة قدي مئة آية نقسمها على ركعتين نقرأ الفاتحة ونص سورة الوقعة في الركعة الأولى ونقرأ الفاتحة ونص سورة الوقعة التاني في الركعة الثانية كده صلينا بمئة آية يكتب لكم قيام ليلة كاملة طيب وصلة في المسجد الحرام بأكتر من مئة ألف قد تكون بملايين وقد تكون بمليارات يعني ممكن يتكتب لحضراتكم ملايين الليالي قيام ليل كل ده في ميزان حسناتكم بقيام الليل فقط بربع ساعة بركعتين بمئة آية ايه رأي حضراتكم ربع ساعة فقط ربع ساعة قيام في الحرم بالليل بمئة آية يتكتب لكم ملايين الليالي قيام ليلة حطت في موازين حسناتكم وفي الصحيفة بتاعتكم تكون سبب دخلكم في أعلى درجات الجنة يوم القيامة ممكن ايه تاني مثلا سورة الوقعة على ركعتين او اول اربع صفحات في جزء عامة اول اربع صفحات عدوا المئة آية نقرأ في الرقعة الاولى بالفاتحة واول صفحتين من جزء عامة وفي الرقعة التانية الفاتحة وتاني صفحتين في جزء عامة كده عدينا المئة آية بفضل الله ممكن فكرة تالتة مثلا على سبيل المثال برضو وليس التحديد سورة الاخلاص قل هو الله احد اربع آيات لو صلينا مثلا يعني لو قلناها خمسة وعشرين مرة كده مئة آية طب نقسمها ازاي نخليها مثلا تلاتين مرة تمام في اول رقعة الفاتحة ونقرأ كل هو الله احد خمسة عشر مرة ونركع ونسجد ونقوم للرقعة التانية نقرأ الفاتحة ونقرأ كل هو الله احد خمسة عشر مرة كده قرأناها في رقعتين قديه تلاتين مرة كده ضربنا اربع صفير بحجر العصفور الاول ان احنا صلينا بمئة آية فتكتب لنا قيام ليلة كاملة العصفور التاني ان بفضل الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال سورة الإخلاص تعدل ثلثة القرآن يعني لو قرأناها ثلاث مرات كأننا قرأنا القرآن كله بفضل الله سبحانه وتعالى فلما نقرأها ثلاثين مرة كأننا ختمنا القرآن عشر ختمات في الركعتين الصغيرين دولت بفضل الله سبحانه وتعالى العصفور الثالث زي ما بيقولوا كده ان بفضل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسنة دين صحيح من قرأ كله والله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة طبعا احنا قرأناها تلاتين تلات بيوت في الجنة يبقى أول حاجة كتب لنا قيام ليلة كاملة تاني حاجة كأننا ختمنا الكرآن في الصلاة قيام تمام عشر مرات الحاجة التالتة اتبنى لنا تلات أثور في الجنة رابع حاجة أن من أحب تلك الصورة أحبه الله بل وجعله من أهل الجنة كما ورد في حديثين صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي كان يقرأ دائما بكل هو والله أحد سألوه لماذا يفعل هذا قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن قال حبك إياها أدخلك الجنة وفي رواية إن الله أحبك لحبك إياها الله أكبر إيه رأي حضركم بقى في الكنز التالت ده شيء يفوق الخيال بفضل الله سبحانه وتعالى الكنز الرابع قبل ما تمشوا بقى في اليوم الأخير وإنتوا بروحين في آخر صلاة كده وإنتوا في المسجد الحرام قولوا كما كان أحد السلف يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت بفضل الله ربنا سيردكم مرة أخرى إلى المسجد الحرام أنا أقول هذا الدعاء من تلاتين سنة بفضل الله كان أحد السلف يحج كل سنة بفضل الله وهو ماشي يقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت يقول فكان المولى عز وجل يرزقني الحج بيقول في المرة التلاتين في السنة التلاتين لما بيحجلت المرة التلاتين بيقول في اليوم ده استحييت بقى من رب إن أنا أسأله مرة تانية فلما عاد من الحج مات سبحانك يا ربي أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة اكتبوا الكنوز الأربعة دولة وعملوا بيهم بفضل الله والله العظيم تروحوا لعمرة ترجعوا وقد يعني غانمتم غنائمة كثيرة جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة